بسم الله الرحمن الرحيم اخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي ارحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مرجد من الشبكات الرقمية في الفيديو الرابع والسبعون والخاص بتحديث منهج النيتورك بلس على الاصطار ان عشرة صفر صفر سبعة شاهد تعلم واستمتع القسم الثالث الفرعي من القسم الخامس الرئيسي وهو بالنظر الى السيناريو وبناء على السيناريو عملية اكتشاف الاخطاء السلكية الشائعة واصلاحها المتعلقة بقضايا الاتصال والاداء وتحتوي على المواضيع التالية عندنا هنا ضعف الاشارة في الكابل عندنا مدة وقت الاستجابة وهو يعني الوقت المستغرق لارسال البيانات اللي كي تصل الى وشهتها عندنا الجتر او التقطيع ان بعض البيانات تصل بعض البيانات لا تصل مما يؤدي الى تقطيع في عملية ارسال البيانات عندي الكروستوك وهو يعني ان الكيابل اذا احيانا تقاطعت مع بعضها يتسبب ذلك في يعني في تدمير الاشارة عندي الـ EMI وهو يعني التداخل الكهرومغناطيصي عندي الـ Open والشورت اللي بيتم قياسها من خلال فاحص الكيابل السلكية عندي الـ Incorrect Cable Type يعني استخدام نوع الكيابل الغير صحيح فعندي مثلا على مستوى الكيابل المجدولة انا عندي ترتيب عندي طبعا ثمان اسلاك داخل الكيابل وكل سلكلوه لون ويتم ترتيب هذه الالوان طبعا ترتيبها باكثر من شكل اكثر من غرض فمثلا لو كان عندي عملية ربط اجهزة متشابهة مثلا راوتر مع راوتر فعندها راح استخدم النوع ترتيب الوان يطلق عليه الـ Crossover Cable اما اذا كانت الاجهزة غير متشابهة يعني غير متشابهة مثلا كمبيوتر مع سويتش او سويتش مع راوتر فعندها راح استخدم الـ Straight Through Cable اذا تم استخدام النوع الخاطئ مع الربط الغير تابع له عندها راح تحدث عندي مشكلة عدم الاتصال وعدم مقدرة الكابل على نقل البيانات البات بورت وهي المقصود به انه منفذ سيء والمقصود فيه هو منفذ السويتش ان يكون المنفذ فيه مشكلة او عطل عندي هنا عدم تطابق او عدم توافق جهاز الارسال والاستقبال وعندي ايضا هنا عدم توافق التي اكس والار اكس اللي هما الارسال والاستقبال وذلك يعني عدم توافق ترتيب اسلاك الكابل في الطرفين عندي عدم تطابق الـ بيانات في نفس الوقت اما الـ هاف دابليكس فيتعني اما ان يرسل البيانات او يستقبل البيانات ولكن ليس الاثنين في نفس الوقت اذا حبيت ان انا اربط كرت الشبكة مع المنفذ فلابد ان يكون نظام الـ موحد فيما بينهما اما فل او هاف اما لو كان مثلا منفذ كرت الشبكة يعمل بنظام الفل دابليكس و كرت الشبكة يعمل بنظام الـ فعندها لن يحصل الاتصال لان رح يكون عندي حالة او مشكلة الـ مسماتش اما على مستوى الـ فلو كان مثلا عندي المنفذ انا قمت باعداده طبعا الهو على الـ سواء على الـ يعني بيتفاوض مع الكرت الشبكة وبينسجم معه لكن لو انا قلت لمنفذ السويتش ان يعمل على سرعة 10 جيجابايت وكان المنفذ يعمل بسرعة 1 جيجابايت فعندها لن يحصل الاتصال لماذا بسبب عدم تطابق في السرعة عندي مشاكل الكابل ان يكون الكابل هنا معناها محطم او فيه مشكلة او تلف الكابل مثل ان يكون الكابل فيه قطع في احدى الزاو عندنا هنا البنت وهي تعني دبابيس منحنية عندي الارجي 45 اللي رح يتم كبس على كابل الشبكة بيحتوي على دبابيس 8 دبابيس على 8 اسلاك فاذا كانت منحنية فهذا ايضا ريعتبر من المشاكل المتعلقة بالكابل عندنا هنا الاختناق عندنا هنا عدم تطابق في الفيلان عندنا هنا المؤشر حالة انارة ال LED في اتصال الشبكة سواء على مستوى منافذ السويتش او منافذ كروت الشبكة غالبا بيوجد لديها اضاءة LED فانارة على مستوى السويتش لما تكون باللون الاخضر تعني ان اتصال الكابل بالمنفذ اتصال سليم اما اذا تحول اللون الى لون الامبير اللي هو لون برتقالي غامق او كان منفذ السويتش لا يحتوي على اي انارة فهذا يعني وجود مشكلة في اتصال الكابل بالمنفذ هذا على مستوى منافذ السويتش كذلك على مستوى كرت الشبكة وبعض منافذ انواع السويتش يوجد اضاءتين LED اضاءة للربط الشبكي ثابتة واضاءة اخرى للنشاط بحيث نشوف تتحرك مثل الفلاش عند الارسال او الاستقبال وبالتالي كما يتضح لنا بمجرد ان ينظر مهندس الشبكة في الاضاءة يستطيع الاستنتاج ما اذا كان هناك مشكلة على مستوى الكابل او على مستوى المنفذ الخاص بالسويتش او على مستوى كرت الشبكة القسم الرابع الفرعي من القسم الخامس الرئيسي وهو بناء على السيناريو عملية اكتشاف المشكلة واصلاحها لمشاكل الاتصال الشائعة لللاسلكي ومشاكل الاداء وتحتوي على المواضيع التالية عندنا الانعكاس وهي تعني ان يحدث ارتداد للاشارة اللاسلكية وذلك عندما تستطم بسطح معدني لدينا الانكسار وهو عندما تمر الاشارة اللاسلكية بما يؤدي الى انكسارها اي ان يحدث لها تغيير في مسارها وذلك قد يحدث عندما تمر عبر طبقات من الهواء بكثيفة او من خلال جدران تحتوي على مواد كثيفة مختلفة او مختلفة من ناحية درجة الكثافة عندنا الامتصاص عندما تمر الاشارة اللاسلكية بمواد مثل الجدران والحواجز وخلاف المادية فان ذلك يؤدي الى اضعاف الاشارة اللاسلكية وقت الاستجابة وهو يعني الوقت المستغرق في عملية ارسال البيانات من المرسل الى المرسل اليه عبر الشبكة اللاسلكية عندنا الجدر او التقطيع وهو يعني ان البيانات يحصل لها تقطيع اثناء ارسالها في الشبكة اللاسلكية لدينا هنا وهن الاشارة وهو يعني انخفاض قوة الاشارة اللاسلكية لدينا هنا استخدام نوع الانتنة الغير صحيح او استخدام هوائي غير صحيح احنا عندنا انواع من الهوائيات والمفروض نختار النوع الهوائي بناء على الحالة الموجودة عندنا في داخل الشبكة فكمثال عندي انواع من الهوائي اللي بتعطي اشارة مباشرة او متجهة في اتجاه معين فاذا كان عندي اجهزة متوزعة حوالين الهوائي فهذه الهوائي لن يخدم مجموعة من الاجهزة فقط اللي تقع ضمن المدى او التوجه الخاص بالاشارة ولذلك عندي النوع الثاني اللي هو بيعطيني اشارة دائرية اي ما حول الانتنة فاستخدام النوع الغير مناسب في المكان او الغير صحيح في المكان الغير مناسب يؤدي الى مشكلة في الاتصال اللاسلكي لدينا هنا من المشاكل ايضا الخاصة باللاسلكي اللي هو التداخل وهو يعني تداخل الاشارة اللاسلكية مع اشارة اخرى مما يؤدي الى تشوش الاشارة اللاسلكية مثال على ذلك عند تشغيل المايكرويف كجهاز تسخين للاكل بيصدر اشارات تداخل مع الاشارات اللاسلكية ويسبب لها تشويش عندنا هنا وضع الهوائي في المكان الغير صحيح اذا تم وضع مثلا الهوائي في مكان غير صحيح كمثال مثلا في طرف الغرفة كمثال او في طرف المكان وعندي اجهزة مبتعدة عنه فقد لا تصلها التغطية فيفترض ان يكون في منتصف الهوائي يكون في منتصف الاجهزة او المكان الذي تحتوي فيه الاجهزة لكي تصل الاشارة الى جميع الاجهزة عندنا هنا تداخل القناة انا عندي قنوات لاسلكية المفروض ان يتم اعدادها بحيث ما يحصل لها تداخل بحيث حدد رقم الارقام القنوات اللاسلكية التي لا تتداخل مع بعضها اما في حال حصول تداخل فعندها هذا رح يسبب لي مشكلة اتصال باللاسلكي عندي هنا القدر المفرط وهو يعني ان تكون كمية الاجهزة المتصلة بالشبكة اللاسلكية اكثر من قدرة اللاسلكي عندنا قيود المسافة اللاسلكي مثلا كنقطة وصول اللاسلكية اللي هي الراوتر اللاسلكي بيحتوي على مدى معين فانت بتكون مقيد في مدى اقصى فيعتبر المسافة قيد عندنا هنا عدم تطابق التردد انا عندي ترددين مشهورين اللي هو 2.4 جيجاهيرتز وعندي 5 جيجاهيرتز فالمفروض يكون الاكسس بوينت اذا كانت 2.4 جيجاهيرتز فالجهاز ايضا اللاسلكي يكون او الخاص بمستخدمين يكون ايضا 2.4 جيجاهيرتز اذا كانت الاكسس بوينت 5 جيجاهيرتز فالاجهزة يجب ان تكون معدى على 5 جيجاهيرتز اما اذا كانت الاشيزة معدى على 5 جيجاهيرتز والاكسس بوينت على 2.4 جيجاهيرتز فلن يحصل الاتصال اللاسلكي عندنا ايضا من المشاكل الخاصة بالاتصال اللاسلكي الرونج SSID السس اي دي وهو يعني اسم الشبكة اللاسلكية احنا لما ننشئ شبكة لاسلكية بنعطيها اسم فاذا كانت الاشهزة اللي عندي معدة على اسم خاطئ خصوصا اذا كان هيدن او كان عندي اكثر من اكسس بوينت وتم اعداد السس اي دي بشكل خاطئ فهذا رح يتسبب لي بمشاكل في داخل الشبكة اللاسلكية وعدم القدرة على الاتصال وتبادل البيانات فيها عبارة مرور خاطئة انا عندي عبارة المرور المقصود فيها كلمة السر اذا كلمة السر الخاصة بالاقتصال بالشبكة اللاسلكية تم كتابتها بشكل خاطئ من قبل المستخدم فذلك رح يؤدي الى عدم الامكانية هذا المستخدم بالاقتصال بالشبكة اللاسلكية عندنا عدم تطابق نوع الحماية انا عندي انواع تشفير للاثنتوكيشن اذا لم تكن متطابقة فعندها لن يحصل الاتصال عندي الـ Power levels مستويات الطاقة انا في الـ Access Point ضمن الاعدادات بإمكاني احدد مستوى الطاقة اللي بتستهلك الـ Access Point مستوى الطاقة كل ما زاد كل ما زاد ذلك من التغطية وكل ما قل كل ما قل ذلك من التغطية واحدة من المشاكل اذا كانت التغطية منخفضة او يعني التغطية الجغرافية لللاسلكي منخفضة فعندها علينا قوم بمراجعة الـ Power levels للتأكد هل هي معدة بالشكل الصحيح ام انها معدة بشكل منخفض ادى الى انخفاض التغطية اللاسلكية الاشارة نسبة الى الضوضاء حيث ان نسبة الضوضاء على الاشارة اللاسلكية اذا كانت منخفضة راح تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل عادي اما اذا زادت في الاشارة يعني زادت الضوضاء على مستوى الاشارة فسوف يؤدي ذلك الى ضعف الاشارة اللاسلكية القسم الخامس الفرعي من القسم الخامس الرئيسي والأخير وهو بالنظر إلى السيناريو عملية اكتشاف المشاكل وإصلاحها لمشاكل خدمة الشبكة وتحتوي على المواضيع التالية عملية عدى أو لا يتم تحويل الاسم والمقصود فيها مشكلة على مستوى الـ DNS الـ DNS هو بروتوكول يقوم بتحويل الأسماء سواء الخاصة بالأجهزة أو المواقع إلى عيبيهات لكي يتم الاتصال إذا لم يتم التحويل فعندها لن يكون لديه اتصال على مستوى الشبكة ولا على مستوى الانترنت بوابة غير صحيحة البوابة أو الـ Gateway هي مصطلح يطلق على الراوتر لأن الراوتر يمثل بوابة للأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية لكي تتمكن من خلاله من الخروج والاتصال بالشبكات الخارجية والانترنت ولابد أن نقوم بإعداد عنوان الـ IP الخاص بهذه البوابة على الأجهزة إذا تم إعداد الـ IP الخاص بالـ Gateway بشكل خاطئ فعندها لن تتمكن الأجهزة من الوصول إلى الراوتر وبالتالي لن يحصل الاتصال مع الخارج سواء بالشبكات الخارجية أو الانترنت ولكن رح يظل الاتصال موجود على مستوى الشبكة المحلية عندي قناع شبكة خاطئ أنا عندي عنوان IP وبحدد قناع الشبكة قناع الشبكة من خلاله بيتم تحديد الجزء الخاص بعنوان الـ IP بالجزء الخاص بالشبكة من عنوان الـ IP إذا تم كتابته بشكل خاطئ على جهاز فهذا رح يؤدي إلى عدم مقدرة الجهاز بالاتصال للشبكة لأنه إذا أعطيت الجهاز نت ماسك مختلف فذلك يعني أنك أنت حدت له شبكة مختلفة عن الشبكة اللي هو متصل فيها عندنا هنا مشكلة التكرار أو duplicate IP addresses يعني تكرار عنوان الـ IP إذا كان عندي جهازين في داخل الشبكة بيمتلكوا نفس عنوان الـ IP فعندها الجهاز اللي رح يشتغل أول في الشبكة رح هو اللي رح يعمل الجهاز الثاني لما يحاول يتصل بالشبكة لن يتمكن بسبب وجود duplicate IP addresses أو تكرار في عنوين الـ IP وذلك لأنه عندي على مستوى الشبكة المحلية يجب أن يمتلك كل جهاز عندي في داخل الشبكة المحلية IP أو عنوان IP فريد من نوعه يعني ما يكون متكرر عندنا هنا duplicate MAC addresses وهذه مشكلة نادرة جدا واللي هي أنه يكون عند تكرار للعناوين الفيزيائية اللي هي MAC addresses مثل ما نعرف إحنا عندنا كرت الشبكة كل كرت الشبكة بيكون له عنوان كرت عنوان فيزيائي أو MAC address خاص فيه لا يتكرر على مستوى العالم ولكن أحياناً قد تحدث أخطاء مصنعية تؤدي إلى أن يكون عندي في داخل الشبكة جهازين بيمتلكوا نفس الماك address هذا رح يؤدي إلى أن الجهاز واحد فقط اللي رح يكون قادر على الاتصال بالشبكة والآخر لا ومثل ما ذكرنا هذه مشكلة نادرة وإن حدثت فأنت من حقك أنك تخاطب الشركة وطبعاً هي رح ترسل لها الجهاز أو كرت الشبكة وتقوم باستبداله لك عندنا هنا IP address منتهي الصلاحية نحن لدينا الDHCP server لما يقوم بتوزيع إعدادة الـ IP والذي من ضمنها عنوان الـ IP للأجهزة فهو فعلياً لما الجهاز عندي في داخل الشبكة بيحصل على عنوان الـ IP هو فعلياً بيأجره يعني الفترة محدودة وليس ثابت بس طالما الجهاز يعمل رح يظل ثابت حتى يحصل restart عدد تشغيل أو إغلاق للجهاز أو انقطاعه عن الشبكة فالمسألة هنا مسألة list أو تأجير على مستوى الشبكات اللاسلكية المدة التلقائية هي 24 ساعة العنوان يظل مع الجهاز 24 ساعة وعنوان الـ IP وعلى مستوى الشبكات اللاسلكية 8 ساعات وبإمكان مهندس الشبكة أن يزيد من هذه المدة أو يقوم بإنقاصها الفكرة هنا أنه لو حصل الجهاز على عنوان IP وبعد ذلك انقطع عن الشبكة ثم اتصل وهو يمتلك هذا الـ IP ما زال يمتلكه لسبب ما أو استعادة DCB server الـ IP هي الفكرة هنا لو استعاد الـ IP فرح يقوم بتأجيره إلى جهاز آخر أول احتفاظ فيه في كل الحالتين من المشاكل اللي ممكن تحدث عندي أن الـ IP address يصبح expired يعني منتهي الصلاحية كون الـ DCB قد قام باستعادته عندنا هنا روق DCB server يعني وجود DCB server غير مرخص به قام بوضعه المخترق ويوزع IPات خاطئة مما يجعل الأجهزة لا تتمكن من الاتصال بالشبكة لدينا هنا عندي هنا شهادات SSL غير موثوق بها شهادة SSL هي واحدة من الطرق اللي تجعل الأجهزة تتعرف على بعضها البعض بطريقة موثوق فيها ويكون في نوع من الثقة فوجود شهادات SSL غير موثوق بها من خلال مثلا أن يقوم المخترق بتوزيعه وخلافه وعندها رح تؤدي إلى جعل الأجهزة في داخل الشبكة لا تتواصل مع بعضها البعض عندنا هنا الـ incorrect time أو توقيت غير صحيح في حال كان عندي جهاز يريد الاتصال بالشبكة وكان توقيته يخالف توقيت الشبكة فلن يتمكن من الاتصال بالشبكة حتى يتم تعديل الوقت بالتوقيت الصحيح للشبكة أو على الأقل ما يقارب التوقيت يعني يكون قريب من التوقيت الخاص بالشبكة أما إذا كان الفرق كبير فما رح يتم الاتصال عندنا هنا النفاذ المدى الخاص بالDCB أنا لما بقوم بإعدادة DCB سيرفر بحدد مدى العناوين اللي بيقوم بتوزيعها إذا نفذ هذا المدى فعندها DCB سيرفر رح يكون غير قادر على توزيع العناوين للأجهزة في داخل الشبكة وعدم مقدرة DCB سيرفر على توزيع العناوين استطيع معرفته من خلال حصول الأجهزة في الشبكة يعني مجموعة أجهزة أو جهاز في الشبكة على عنوان أبيبة لما يحصل على مدى من العنوان أبيبة رح أعرف وقتها أنه لم يتمكن من الحصول على عنوان أبيبي من الDCB سيرفر عندي هنا منافذ تي سي بي أو يو دي بي مقفلة لما يكون عندي خدمة أو اتصال وهذا الاتصال لا يتم في داخل الشبكة فيه مشكلة أنه لا يتم ولا يتم الوصول إليه فواحدة من المشاكل أنه قد يكون المنفذ التابع لهذا الاتصال أو لهذا النوع من حركة البيانات مغلق عندنا هنا إعدادات فايروول في داخل الجهاز غير صحيحة هوست بيست يعني فايروول في داخل الجهاز نفسه مثل مثلا عندي أجهزة الكمبيوتر اللي فيها نظام تشغيل ويندوز بتحتوي على نظام فايروول مدمج إذا تم إعداد هذا الفايروول بطريقة غير صحيحة فعندها هذا رح يؤدي طبعا إلى مشاكل في الاتصال في داخل الشبكة عندي هنا إعدادات أكسس لست غير صحيحة الأكسس اللي هي الإختصارة ACL اللي هي معناتها إختصار لأكسس كنترول لست قائمة التحكم بالوصول هي الهدف منها أننا أمنع وصول بعض الأجهزة أو أحدد أجهزة ومنع نوع من أنواع حركة البيانات أو أكثر إذا تم إعداد قائمة الوصول بشكل خاطئ فهذا رح يوصلني إلى أن في أجهزة يفترض بها أن تتصل ولا تتمكن من الاتصال عدم استجابة الخدمة يعني عندي خدمة معينة على مستوى الجهاز أو على مستوى الشبكة ولا تستجيب هذه الخدمة عندنا هنا مشكلة فيزيائية هاردوير فيلير مثل أنه يكون والله عندي مشكلة مثلا في السيرفر نفسه بتكون المشكلة مش برمجية هاردوير وتؤدي إلى توقف الخدمة اللي بيقدمها هذا السيرفر نحن بذلك نكون شفنا الملخص الخاص بمواضيع النيتورك بلس رقم المنهج N1007 واللي هو أيضا رقم الامتحان وبهذا الملخص اللي شفناه مع بعض نستطيع أن نعلم ما هي المواد اللي تم إضافتها على المنهج وزي ما شفنا هي مجموعة من المواد عدد يعني بسيط الأغلبية هو ما تم دراسته ضمن الستون فيديو اللي قمنا بشرحها سابقا بإذن الله رح ناخذ هذه المواضيع ورح نشرحها لكن اللي هي المواضيع الجديدة اللي تعتبر إضافة على الاصطار N1007 ولكن قبل ذلك رح نقوم بعمل مراجعة التمثل في الاختصارات يوجد لدينا قائمة بالاختصارات إحنا عندنا في اللغة الإنجليزية دائما عندهم الجمل الطويلة بيضع لها اختصارات بحيث يأخذوا حرف من كل كلمة مثل ما نعلم الجملة بتتكون من عدد من الكلمات فيأخذوا حرف من كل كلمة ويكونوا اختصار لدينا مجموعة من الاختصارات اللي موجودة ضمن منهج النيتوورك بلس رح نلقي نظرة عليها وبعد ذلك رح ناخذ المواضيع الجديدة اللي تم إضافتها ضمن الاصطار الجديد الترابل ايه الترابل ايه هي اختصار لاثنتوكيشن واثوريزيشن واكاونتنج الاثنتوكيشن تعني التعريف بالمستخدم وهي عبارة عن ان يقوم المستخدم بيدخال حسابه يعني الاثنتوكيشن لكي يدخل على حسابه اللي هي عملية المساطقة المتمثلة في مثل اليوزر نيم والباسورد اسم المستخدم وكلمة السر الاثوريزيشن هي الصلاحيات الصلاحيات الممنوحة لهذا الحساب اللي رح يتم معرفته من خلال الاثنتوكيشن او تعريفه من خلال الاثنتوكيشن وعندي الأكاونتنج يعني المحاسبة بحيث رح يتم تشجيل كل ما قام به المهندس أو المستخدم أثناء دخوله إلى الشبكة حتى خروجه من الشبكة وهذه كلها بتمثل بروتوكول أمني يطلق عليه الترابل A لدينا A أربع مرات وهي نفسها هي أثوريزيشن أكاونتنج لكن في إضافة اللي هي أدتنج والتي تعني التدقيق حيث هذه عملية هي عملية رح تقوم بالتأكد من أن السياسات اللي احنا محددينها في داخل الشبكة هي فعلا مطبقة في داخل الشبكة لدينا اختصار الـ ACL اللي هو اختصار لـ Access Control List واللي هي قائمة التحكم بالوصول وهذه قائمة احنا بنحدد فيها من هو الممنوع كعنوان جهاز لا نسمح له مثلا بنوع من أنواع حركة البيانات أو بكامل أنواع حركة البيانات يعني نمنعه من الاتصال سواء بجهاز أو على شبكة معينة عندنا الـ ADSL وهو اختصار للخط المشترك الرقمي غير المتماثل وهي واحدة من التقنيات الخاصة بالشبكات الواسعة سواء تستخدم في عملية الربط البيانات يعني ربط الفروع مع بعضها البعض أو تقديم خدمة الانترنت والـ ADSL تتميز أنها بتعمل ضمن خطوط الهواتف الثابتة اللي هي خطوط الهواتف العادية الهواتف الأرضية ومن خلالها بتنقل البيانات ومكالمات الصوت الهاتفية عندنا هنا الـ AES والتي هي اختصار لمعيار التشفير المتقدم وهو من بروتوكولات التشفير قوية وعملية تشفير البيانات هي تعني أن نحن نحول البيانات من بيانات مفهومة إلى بيانات غير مفهومة بحيث إذا المخترق حصل عليها أثناء انتقالها من المرسل إلى المرسل إليه فرح يحصل عليها مشفرة وبالتالي ما رح يتمكن من فهمها ولن يتمكن من الاستفادة مما يعني ما رح يتمكنوا من الاستفادة منها أبسط مثال على ذلك مثلا عندي بيانات الحسابات البنكية زي رقم الحساب زي لما يكون عندي حساب في داخل البنك إلكترونيا بدخل عليه باسم مستخدم وكلمة سر هذه معلومات لو هي بنص واضح وتمكن المخترق من الحصول على نسخة منها فرح يستفيد منها أنه يدخل على حسابي ويقوم بسرقة الأموال الموجودة في داخل حسابي البنكي ولكن لما تكون مشفرة بإحدى بروتوكولات التشفير خصوصا إذا كان التشفير قوي فعندها رح يحصل عليها مشفرة ويعني رح تكون غير مفهومة بالنسبة له وبالتالي ما رح يتمكن من استغلالها في الدخول على حسابي وسرقة الأموال الموجودة في داخل حسابي البنكي الـ AH اللي هي اختصار لي Authentication Header وهي ضمن الـ IP Security أو من ضمن أقسام الـ IP Security وتعتبر من البروتوكولات التابعة له وتقوم بعدد من المهام مثل موثوق يعني تعمل عمل يعني تتأكد فيه من البيانات موثوق فيها من ناحية الجهة المرسلة بحيث أن الجهة التي أرسلت هي البيانات هي فعلا هي الجهة وليس جهة مدعية كذلك تقوم بالتأكد من صحة البيانات اللي تم استقبالها بحيث تتأكد أن البيانات لم يتم التلاعب فيها أثناء انتقالها من المرسل إلى المرسل إليه وذلك من خلال إضافة بيانات غير تابعة للبيانات الأصلية التي قام المرسل بإرساله كذلك يمنع عدم إعادة الإرسال من ناحية أنه لو تمكن المخترق من الحصول على معلومات أثنتوكيشن وبعد ذلك محاولة الدخول بها فيتم منع ذلك لأنها تكون مرتبطة بعدد من الإعدادات مثل ربطها بوقت الجلسة مثلا أو بزمن معين فما رح يتمكن من إعادة الاستفادة منها طبعا هنا الأثنتوكيشن رح يحصل عليها مشفرة فلما يحاول يرسلها من جديد على أساس أنه هو كتبها ما رح يتم قبولها لأنه هي صحيح هي مشفرة لكن مشفرة بوقت ومرتبطة بوقت معين إذا انتهى الوقت حتى لو أرسلها ما رح يتم قبولها لأنه انتهى وقت هذا التشفير ورح يتم لما يتم إرسالها من قبل المرسل الأصلي رح يتم إعادة تشفيرها بقيام جديدة عندنا هنا الـ AP اللي هي اختصار لـ Access Point والتي تعني نقطة وصول وهو عبارة عن جهاز لاسلكي بيمثل لي نقطة مركزية في داخل الشبكة اللاسلكية بحيث هو بيوفر لي تغطية لاسلكية من خلال هذه التغطية رح تتمكن الأجهزة من الاتصال بالشبكة اللاسلكية وتتبادل البيانات فيما بينها البين أو تستقبل الاتصال الانترنت وكل ذلك يتم من خلال نقطة الوصول اللي هي الـ Access Point الأبيبة اللي هي اختصار لـ Automatic Private Internet Protocol Addressing وهي عبارة عن مدى من العناوين اللي هي عناوين الـ IP الاسطار الرابع ضمن مدى الـ Class B هذا العنوان هو يبدأ بـ 169-254 إيش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا أنا لو قمت بـ إعداد الجهاز الجهاز عندي في داخل الشبكة أن يحصل على إعدادات الـ IP واللي من ضمنها عنوان الـ IP الخاص بهذا الجهاز من خلال الـ DHCP Server ومن ثم دخلت على الجهاز ووجدت أنه حصل على أو يمتلك عنوان اللي هو 169-254 فعندها رح أعرف أنه هذا الجهاز لم يتمكن من الحصول على الـ IP Address من خلال الـ DHCP Server لذلك قام بإعداد عنوان أوتوماتيكي اللي هو الأبيبة زي ما نحن ملاحظين هنا أوتوماتيك عنوان رح يقوم الجهاز بإعداده تلقائياً إذا لم يتمكن من الاتصال بالـ DHCP Server وهذه من النقاط اللي تساعدني في عملية الترابل شوتنج إن لو كان عندي الجهاز فيه مشكلة من ناحية عدم مقدرته مثلاً على الاتصال بالشبكة والرصول إلى الموارد عندما أكتشف أو أنظر ما هو الـ IP Address وأجد أنه 169-254 فأعلم مباشرة أن المشكلة هي عدم حصول هذا الجهاز على إعدادات الـ IP من الـ DHCP Server وهناك عدد من المشاكل التي تؤدي إلى حدوث ذلك أن الجهاز لا يتمكن من الحصول على عنوانه من الـ DHCP Server كمثال مثلاً أنه أنا عندي الـ DHCP Server يكون له عدد من العناوين محدد ويقوم بتوزيعه على الأجهزة في داخل الشبكة فإذا نفذت هذه العناوين وأصبح ليس لديه عنوان يقوم بتوزيعها فبالتالي الأجهزة التي ستطلب عناوين لن تحصل على عناوين IP هذه واحدة من المشاكل التي تؤدي إلى أن الجهاز إذا لم يتمكن من الحصول على عنوان من الـ DHCP Server أو من إعدادات IP بشكل عام راح يقوم بإعداد عنوان الأبيبة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته